موسيقى مشاهدين قدرت دولة الإمارات على الصعيد الحكومي وأيضا على صعيد الأفراد أنها تنجح في بعض أو في كل المجالات التي كانت تتطلع أنها تكون رائدة فيها من أهم هذه المجالات يمكن في هذه الآونة مع احتضاننا لإكسبو 2020 دبي الاستثمار العقاري دائما ما نتطلع إلى الاستثمار في كل مثل ما نقول جوانب الحياة في دولة الإمارات لذلك مشاهدين يعد الاستثمار العقاري من الاستثمارات المجددة لتأمين مصدر دخل دائم وبناء ثروة كبيرة كجميع نواع مثل الاستثمار التي ينطوي الاستثمار في مجال العقارات على مقاطر مختلفة يمكن زينب هذه المخاطر التي تحدثت عنها تنطويه أو لماذا موجودة لأننا ولو نقطة بسيطة لا نفهمها في العقارات المختلفة كيف ندخل هذا المجال؟ شيء أهم الأشياء التي يجب أن تكون فينا وأيضا في المكان الذي نستثمر فيه فعلى الحمدل ما نقدر ننسى العوامل البيئية والمجتمعية المحيطة في بعض الأشخاص حاب يدخلون هذا المجال بس مش عارف شو هي المخاطر شو هي المقاومات أو شو هي عوامل النجاح والفشل اللي راح تساعدها بكل تأكيد في هذا المجال وأيضا في عالم الاستثمار لهذا المشاهدين هناك العديد من العوامل اللي يجب علينا أن نراعيها قبل ما نستثمر أو ندخل سوق العقارات لذوان تحقيق أعلى عائدات ممكنة نتعرف على هذا الموضوع معكم بشكل أكبر وتفاصيل أكثر مع ضيفتنا المستشار العقاري جهاد صلاح صباح الخير صباح النور زينا بصباح النور حمداء وشكرا جدا على الصغف القولية العافية طيتي العافية الله يعافي أستاذة جهاد بداية شو هي عوامل النجاح أو العوامل اللي يجب أن يضعها الإنسان في عين الاعتبار قبل الدخول في عالم الاستثمار وفي مجال العقارات أولا مبدئيا أي يعني كحد داخل في مجال العقارات كاستثمار هو ما فيش فرق ما بين إن استثمار أو إن أنا أمتلك عقار بس أول شيء أنا عاين هل العقار اللي أنا هاخدوه أولا أنا بحط الباجت العقار اللي أنا هاخدوه مبلغ معين أنا أحطه لي تاني حاجة هل العقار أنا هاخدو حاجة جاهز للتسليم ولا أوف بلان ولو هاخدوه أوف بلان بعد كام سنة إيه المنطقة اللي أنا هاخد فيها العقار أو أمتلك فيها العقار مين الفئة المستهدفة للعقار كحاجة استثماري طبعا لازم في الأول لازم يسأل حد مختص في الموضوع مش اللي هو بمجرد الإعلانات كتير عن العقارات أغلبية الناس بتنزل إعلانات بس عشان تجذب الناس أو بمعنى أصاحة بس عشان يجيبوا أرقام كاتصال فقط بس دي العوامل الأهم حاجة يعني لكن احنا يمكن مثل ما ذكرت زينة في بداية الحديث لازم نتطلع إلى المكان المناسب ليتواجد في هذا العقار على شو من الممكن أو الأساسيات التي يتينا نحن نتمسك فيها بحيث أن تكون هذا المكان مناسب للاستثمار فيه الأهم حاجة هو عايز منطقة جديدة ولا منطقة قديمة لو منطقة قديمة تختلف أن أولا سعر الأقار هيكون عالي لأن المنطقة يبقى فيها كل الفسالة اللي هو محتاجها كمثلا هي قريبة من مطار كقريبة من مول قريبة من مدارس قريبة من شوارع رئيسية الشوارع اللي هي ربطة لسبع أمارات ببعض كل ده بيختلف أهم حاجة زي ما قلت في بداية الكلام أنا بستهدف مي هل أنا بستهدف أسرة لو أنا بستهدف أسرة فأنا أهم حاجة أن أنا يكون مكان كميونيتي في خضار في ألعاب للأطفال في سوبر ماركت من السوبر ماركت الهايبر ماركت الكبير قريب من مول تكون قريبة منه مدرسة قريبة منه مستشفى دي أهم حاجة استاذة جهاد أيضا يعني إحنا ذكرنا العوامل والأساسيات قبل البدء في شراء هذا العقار لو شخص عنده مثلا خطة معينة أو استراتيجية معينة وعارف شو المشروع اللي راح يسويه شو هي تكون الخيارات الأخرى اللي موجودة أمامه أو شو الأشياء الأخرى المتواجدة أمام الشخص بسي وصول العقارات مفتوح كتير وفي مشاريع كتير في السوق هو عايز في أي إمارة أولا متختلف في مناطق نسمى يعني أغلبية المستثمرين هو فاكر أنه هو بمجرد ما هيشتري العقارة تدخله فلوس لا وفي أكتر خطوة يعني أكبر غلط هما بيعملوه أنه هو بيروح يشتري وحدة كبيرة وده أكبر غلط أن المفروض عشان يدخلي عائد استثماري ويكون كويس زي ما أنا عايزة أن الوحدة تكون صغيرة استوديو غرفة وصولة أو غرفتين وصولة دولا بيبقى العائد الاستثماري بتاعهم من 8 بيوصل لحد 19% على حسب طبعا السوق وعلى حسب المنطقة اللي بيبقى موجود فيها لو فيلا أو مندخل بقى أربع غرف خمس غرف ستة غرف دي بيبقى أولا سعر العقار بيبقى عالي المصاريفه بتبقى كتيرة فما بيقدرش يوصل للعائد الاستثماري اللي هو عايزه أيضا يمكن بعد إحنا نتطلع إلى أشياء مختلفة في هذا المجال مثل ما أنت ذكرتي أصلا العقار هو لأو متطلبات شوء إذا كانت أسراء وإذا كان شركة مثلا معينة لكن يمكن الآن في فئة مستهدفة من قبل الحكومة عشان هي تقدر أنها تستثمر يعني لو بنعطي مثال لما تغير القانون الاتحادي في دولة الإمارات بمنح الجنسية للمقيمين من أهم كان الاستثمار في دولة الإمارات صح ففي هذا الموضوع في هذه الفئة شو هي أهم وأفضل استثمارات عشان يقدرون أنهم يستثمرون بطريقة الأفضل هل هي الاستثمارات مثلا الأسرة أو المنزلية والاستثمارات في الشركات الكبرى لا أول حاجة أننا نجذب المستثمرين من بر لهم عايشين بر دولة الإمارات الناس اللي هي عايشة في الخليج وقرت يعني في نسبة مستثمرين كتير جدا بر الإمارات في دول أوروبية ودول عربية بيفضلوا أنهم يستثمروا كاستثمر عقاري هنا في الإمارات أولا عشان لعوامل كتير طبعا أن كل حاجة ماشى بالقوانين بورق فيه كمان شركات بتحط عائد استثماري ثابت هو على حسب فيه أنا بفضل أن الأحسن أن هي تكون حاجة عن طريق الشورت ترم مش عن لونج ترم يعني إيجار على المدى القريب مش البعيد ده بيبقى العائد الاستثماري بتاعه أكبر ثانيا المناطق اللي هو ممكن يستثمر فيها اللي هي مناطق تكون فيها سياحة أكتر هي بتجذب أغلبية الناس اللي بتيجي الأمارات بتيجي عليها فده بيخليه يعني بيجي له عائد استثماري منه أكبر بالإضافة طبعا أن فيه أماكن يعني فيه ناس بتحب مثلا تاخد فراص الخيمة عشان جوها فيه ناس بتحب تاخد فأم القوين فكل إمارة وليها المميزات بتاعتها كل إمارة وليها الناس المحبين لها فأنا على حسب المستثمر هو حابب فين ممكن أنا أجي أعرض عليه مشروع في دبي مثلا يقول لي لأ أنا عايز فأبو ظبي بس لكن استاذة احنا ذكرنا الحين ذكرتي هاي العوامل البيئية والطبيعية اللي ممكن مثلا ناس تختار إمارات دبي ناس تختار أم القوين عيمان وغيرهم الإمارات المتواجدة أو المدن المتواجدة داخل دولة الإمارات والناس ما قلنا هاي العوامل تساعد وتدعم أيضا المستثمر في بداية لكن شو هي الصعوبات والتحديات أيضا اللي يواجهها المستثمر في البداية هي ما فيش ما فيش أي صعوبات بتواجه يعني كما قال العقارات ما فيش أي صعوبات بتواجه هو العقارات احنا بنسميه يعني في العقارات احنا بنسمي العقار يمرض ولا يموت فالصعوبات اللي هي ممكن تيجي زي كورونا لما قات علينا دي من ضمن الصعوبات إن مثلاً فترة الناس بتطلع أجازات هي دي اللي ممكن تكون حاجة صعبة بس إن هي حاجة صعبة صعبة لا مفيش أي صعبات خلص ممكن تواجه أي مستثمر في الفترة الأولى خلص خصوصاً لو هو سائل الشخص الصح والمطور الصح في المكان الصح ما ظنش إن هو هيواجهه أي شيء من الصعبات يعني تكون البداية صحيحة عشان يكمل لازم تكون البداية صحيحة إن زي ما قلتلك في بداية الكلام يختار الموقع هو عايز العقار جاهز للتسليم أو إن هو هيستلمه بعد سنة بعد اتنين بعد كام شهر باقي ما تبقى ما ظنش إن هيبقى فيه أي صعبات خالص بالعكس عاملين تسهيلات كتير يعني أغلبية المطورين فيه تسهيلات كتير سواء في الدفعة الأولى أو في خطة الدفع سواء على العقار الجاهز أو الأوف بلان حتى يمكن إحنا كأول أشخاص المستثمرين دائما ما يتطلعون إلى العائد من وراء هذا الاستثمار أو يمكن يكون هذا أول سبب يتطلعون على المستثمرين إن أستثمر عشان العائد اللي بييني من هذا الاستثمار لكن مع تعدد الاستثمارات في دولة الإمارات أو حتى خارجها كيف يفرق العائد من بين الاستثمارات إذا كانت منزلية وسرية عن الاستثمارات للشركات الكبيرة أو الاستثمارات في الشركات الكبيرة؟ الشركات الكبيرة طبعا أنا مش أقول حاجة أنا مش ضايعة فيها يعني بس الشركات الكبيرة ممكن يجع عليها وقت وتخسر تقفل يبقى عندها نقصة في الموظفين يبقى فيه خلل في الإدارة فبالتالي يعني كمستثمر في أي مجال تاني هيخسر مفيش حاجة سبتة إنما أنا العقار سعره نزل سهيجع لي وقته وهيرفع إقار المنطقة دي نزل فترة معينة سهيجع لي وقت وهيرفع تاني فالعقار لا يموت وهو الإبن البار زي ما بيقولوا رعيته وهو صغير هيرعيك وانت كبير يعني لو خسر شوية بعدين بيرجع يربح لكن استدعي من في بعض الناس يعني في بداياتها محتاجة لنصائح أو إرشادات أو تعليمات عشان تتبعه ويكون المشروع من البداية ولو ناجح بالنسبة بسيطة شو هي نصائح لتقدمينها للمستثمرين المبتدئين في هذا المجال أهم حاجة إن مش أي إعلان يعممه على الكل وقبل أي شيء لما يتصل مثلا شاف إعلان على الفيسبوك على الواتساب على سوريا على الانستجرام سناب شات أي حاجة عن طريق السوشيال ميديا اتصل اسأل يعني خد وقتك في المكالمة اسأل في كل التفاصيل في أي شيء لو أنت عايز أي تفاصيل تتبعت لك على الواتساب بتتبعت لك على الواتساب أهم حاجة إنه هو يسأل مستشار عقاري يكون في الشركة بالإضافة إن بعد كده هيبقى في أوراق طبعا هو الكلام اللي هيتقاله في التليفون والكلام اللي هيتبعت له على الواتساب بعدها بنحدد ميتينج بيجي شوف هيشوف كل حاجة بعينه فأكيد عينه مش هتكذبه يعني فهو هيتأكد من كل شيء قديمه حتى يمكن الأشياء بعد التي تحرك فكرة المستثمرين اللي هي الأسعار يمكن الأشياء العامة قد تحرك الأسعار نوعا ما مثل الجائحة اللي أنت ذكرتها مثلا أستاذة في بداية الحديث أجبرت بعض المستثمرين هم منقصون من أجاراتهم مثلا هل في هناك مثل ما نقول اختلافات ثانية عراقي الثانية قد تساعد على فكرة اختلاف الأسعار في المستثمرين والاستثمارات الأسعار زي ما قلت لك بتختلف من منطقة لمنطقة وعلى حسب الفاصلتي اللي موجودة في المكان دي بناء عليها أنا بنزل في الأسعار بس أنا عايزة أقول لك حاجة الفترة اللي فاتت لما الناس نزلت في الإجارات أنا بتكلم على وابق عالمي أنا ما بتكلمش على على دولة معينة وفي ناس ما نزلت الأسعار وفي ناس ما نزلتش في ناس أنا أعرفهم شخصيا ما نزلوش وبالعكس الناس فضلت مستمرة عندهم عشان المنطقة هرجع وأقول أسيس أي شيء كاستثمار عقاري المنطقة المكان اللي فيه المكان اللي هو هيمتلك في العقار دي أهم شيء أهم من أي حاجة تاني بالإضافة أنت قلت نزلوا في ناس نزلت في ناس ما نزلتش بس نزلت بس مش معنى كده أن خلاص هي تفضل طول عمرها خسرانة فترة مؤقتة يمكن لا فيه ناس شالت بعض هي كانت فترة صعبة على الكل إحنا في مقالة العقارات بالعكس فيه ناس كتير اشترت وقت الكورونا صحيح صحيح يعني وقت الكورونا فيه ناس كتير اشترت استغلت نزول أسعار في ناحية إيجابية صحيح واستفادوا بعدها صحيح يمكن لأن مثل ما أنت ذكرت فيه وايد عوامل قد تساعد على نجاح وأيضا فشل هذه الاستثمارات العقارية الوباءات العالمية أو حتى إحنا إذا ما كنا ملمين بهذا الموضوع استاذ جهاد صلاح شكرا حقيقة اتواجدت اليوم معنا وعلى المعلومات اللي زودتها لنا شكرا لكم يبتك العافية الله يعافيك توفير ترجمة نانسي قنقر